سلام عليكم. ده نشوف اللعبة على بنامج كودو. ده بيخليك تصمم على لعب بشكل ظريف. هقول له مثلا نيو وارلت واختار مثلا شكل مشكلة ديات. طيب عايز اضيف شخصية مش شخصيات فاجي هنا. وبعد كده اجي هنا وقول له ان انا عايز اضيف اي شخصية. وقال لكم مثلا ديات مثلا. طيب فانا عايز برمجه. هاجي هنا وراح ده اتراك كليب. وقول له بروجرام. وقول له مثلا لما ادوس على الكيبورد. اني كيبورد الزرائر. ابدأ اعمل لي مثلا حركة. وقال لي اكون حركة ايه مثلا. موف. طيب موف ديات حركة ازاي? خليها بسرعة. طيب وهنا لما ادوس مثلا بالماوس. الزرار ليفت. اعمل لي شوت. ابدأ اطلق سواريخ. مرة واحدة مثلا او مرتين تبدأ تختار بقى مثلا خليها كالر مثلا عشوائي. طيب خليها بقى نجرب. هولو بقى الاسهم. يبدأ يتحرك. طيب عايز يدرب صواريخ. اهو. من خلال الاسهم بيبدأ يتحرك اهو. ولما ادرب صواريخ اهو. بيدرب بها كل الحجاف. فمفيد ان الطفل اللي يفهم فكرة البرمجة ان الواحد برمجة الالعاب ازاي? بيعمل الالعاب بزريفة سلسية الابعاد بدون جهد يوسكري يعني. هدوس كيف عشان ارجع لهنا. لو انا عايز اغير اللون. تمي select. ومن خلال الاسهم تقدر تغير اللون بتاع الشكل دوت. وممكن لو جيت هنا تبدأ بقى ايه? تغير الارض نفسها وتزود حتة مثلا الشكل دوت. زي ما انت عايز. ممكن تغير العديدات بتاع الشكل ممكن تلغي ادام الادوات وهكذا. ممكن تضيف مثلا المية. زي ما انت.